السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 21 شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 41 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 31 دقيقة من فجر يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة يعني للمضرة وللمشاكل رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و13 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر الآن بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم ابنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائد من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان لأنفسنا ولأحبانا ولأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي وإحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأمور اللي تتعلق بالأكل والشرب ومراقبتهم بشكل جيد في هاي الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار وإلى المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا شوي ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للمسرح والروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة وحدة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وأربعين دقيقة بعد الظهر خلص القمر بيستقر في برج الأسد عشان هيك من بعد الظهر الناس من حولنا بيصيروا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الترفيه والفرح والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنانا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية سلبية تقابل ما بين القمر وما بين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شه وانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نبادر بأي عملية جراحية كبرى لهاي الأعضاء من من الآن ولغاية ساعات بعد الظهر عند المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء السفاق وأيضا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما من ساعات ما بعد الظهر بتصير الأعضاء الأكثر حساسية القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن مش بفترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الأسد خلو المسار القادم بيبدأ مع الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة من صباح يوم الجمعة ثلاثة وعشرين اثنين وبيستمر حتى يوم السبت يعني لغاية الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة فجرا لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء يعني خلو مسار طويل من صباح يوم الجمعة لفجر يوم السبت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 12 يوم في تمام ساعة 11 تسعة وثلاثين دقيقة طهرا بصير 13 يوم نسبة الإضاءة 94% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاث سعيد بنسبة 15% القمر في السرطان ورح ينتقل لبرج الأسد زي ما حكينا في ساعات ما بعد الظهر ورح يظل في برج الأسد حتى فجر يوم 24 اثنين سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات العصر منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 60% عطارة في الدلو حتى يوم ثلاث وعشرين اثنين منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين ثلاث منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم خمس وعشرين خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم اثنين خمس سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة حاولوا أنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر ما وسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا التصرف العدائي ولا تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح أما من ساعات ما بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان بإمكانكم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك من كثرة الانشغل أما من ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم مركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر يعني فيه فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية خففوا من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط برحلة أو باتصالات وبتتجرأ في النقاش فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك مارس بالتالي صلاحياتك أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر ابترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة للعمل في صفحة جديدة تحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيدلكم النشاط لحياتكم اليومية أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد الظهر فبيسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة ابتفشلوا في أعمالكم أو بتفشل أعمالكم في حصد النجاح وبتخيب أمالكم لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة مع اقتراب لساعات الظهر وما بعد الظهر بتمتلقوا هنا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا معني هنا تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبة العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات وممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك أو تحصل على التأييد أو تشارك في ورشة عمل أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتدخلوا فترة غيره ريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسنوا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع يعني بظل في نوع من أنواع القلق والتوتر لغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات مع الأجانب أو في أمور تتعلق بالدراسة الجامعية أو بأخذ دورات كونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك أما من ساعات ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاولوا أنكوا تتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولعادة بعض الأمور لنصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين بعضكم ممكن يعالج موضوع مالي أو إداري أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشتركة بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ومعنى هاي فترة فيها بعض التوتر ممكن تتورطوا في أزم ما من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر أو تضطروا للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين حاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد في ساعة ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا برضو إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل في العمل أو حذروا من التراجع الصحي حاولوا إنكم تغيروا أولياتكم إذا دعت الحاج ومات عنده وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير في العمل من ساعة ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات ما بعد الظهر اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة حول التسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا ممتاز جدا أما من ساعات ما بعد الظهر بتكنتبغوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر